definition of أحلام العصر هل فرما بتناموا كده العصر بتحلموا أحلام غريبة جدا أنا عن نفسي بأحلم أحلام غريبة العصر وبالليل وكل حاجة أنت نفسك كرام؟ ولا بتحلميش أصلا لا ما بتحلمي العصر هتنامي العصر أكشلي أنت بفوت تنامي العصر إنك بتسحي الفجر أه بس أنا ما بنامش يعني مش عارف عندي مش كده في النوم عمت خلينا نقول لكم إيه هو الخبر وهو إنه أحمد سعد لإنم بارح من نزل على الإنستجرام هو وويل سميث وجوني داب واو هو مش بس كده يا جماعة هو مش بس نزل صورته معاهم هو كمان بيريفير ليهم كأصحابه وكاتب في الكابشن إنه هو مبسوط قوي إنه هو تجمع تاني مع أصحابه عايز أقول لكم بأن الشعب المصري طبعا ما بطلش سف بجد يعني الناس ما بطلتش طريقة عن الموضوع بيهزروا عن ماتني الناس كتير هزرت عن الموضوع الناس كتيرا بتهزر الناس كانت بتقول توضع أحمد سعد مع معجبي الناس كتيرا أصلا مش مصدق أن هم صحاب أنا عايز أعرف طب يا جماعة هم مش خلتصوروا معاهم جملة يعني هو ليه؟ يعني ليه ممكن الناس ما نصدقاش أنه مصحاب مش قادرة فهم هم مش عشان يعني إيه اللي جامع الناس ملاهاش أي حاجة in common فهموا قصدي وأصلا أنا أظن دي كمان بالذات مش أول مرة إنه أحمد سعد يقبل ويل سميث فيها دي حقيقة كان فيه فيديو بيرل قبل كده لأحمد سعد هو بيغني مع مشاهير في السعودية في السعودية هالي باري ويل سميث وكذا حد من مشاهير هوليوود فبرده كان ساعتها الناس برضه أحلام العصر فدي مش أول مرة أحمد سعد يمثل لنا أحلام العصر يعني بس هو بجد أنا ما تخيلش أن أنا عمري هشوف جاك سبيرو مع أحمد سعد بصراحة الكمبو ده غريب جدا أوي يعني ولا ويل سميث بصراحة يعني حد بيقول صحابه من سنوي أيوة أيوة أنا بدون مصخرة بجد أنا بحبه أوي عشان كوميدي هو كوميدي فعلا أحمد سعد بحسه يعني أنا بحسه أنا بحسه أنه مش متصنعة خالص هو بجد بيدحك جدا معرفش ليه بقى إن فيه إفاد بجد غريبة بيقولها بس هي بتضحك وميجي برضو يتكلم عن إخواته يعني بيتكلم عن الفرق بينهم ده برضو بيدحك إنهما كل واحد يعني هو أكتر واحد حيث إنه هو يعني كوميدي فيهم التانين لا شوية جدا more serious yes yes definitely وحتى الشو جديد اللي هو عمله بشكله لطيف جدا دي حقيقة حلوة قوي فعلا الشو هو بس على الصعيد البرسونال لايف دراما يعني عنده دراما كتير في صعيد البرسونال لايف بتاعته حياته من ناحية الجواز والطلاق والجواز والطلاق واكتشفت إنه ناس كتيرة قوي مركزة مع الموضوع ده لذلك ده أنا بيطلع لي على تيك توك ناس بقى بتحلل اللي هو اتجوز مين إمتى وسب مين إمتى وسب دي ليه أوكي ده الموضوع عندك كبير كان فيه واحدة طالعة بتحلل إنه basically هو أي عمل عمله تمثيل مش شغنة لأنه كان بيمثل اللي معرفش قبل ما يغني كل عمل تمثيلي عمله كان بيخرج متجوز الفنينة اللي معاه في العمل واو يعني يعني مش عارفة يمكن لشان كده أعمل أغنية اختياراتي مدمرة حياتي تكفي؟ ممكن لأنه اختياراته كتير قوي بصراحة هل الأغنية دي يعني لك حيث قوي ناس كتير قوي قد بتلقي دي بيشغلوها في الأفراح مش عارف يعني هو بعد يا جماعة أنا مسمحاش غير في الأفراح فعلا يعني يا جماعة اللي تشغلوا لحد اختياراتي مدمرة حياتي هو بيتجوز طب إيه أمشي ولا إيه بشو أهم بجد يعني اختيار مش لطيف قوي إذا حصل أنا ما ما سمعتش قبل كده يعني أنا ما سمعتش غير في المناسبات دي الأغنية دي بجد حتى هو يعني أنا حضرت فرح هو كان جاي هي الفرح وغناها لأ ده غايب هي أغنية لايت بس يعني فيها إيه فيها البيت والحاجات دي بس ستل يعني كلماتها مش أخيف أتصور مع ويل يسموني المصفوع من ويلس هو عبيد النهاردة أنت بجد عمل لنا كوميدي في الكومنت تعالا كل يوم نحن كل يوم من حد الخميس الساعة 11 ادخل بقى والرواع علينا ادخل